لا تزال أسعار المواد الغذائية في الزياد المستمر في السوق العراقية مأثر بشكل مباشر على العراقيين لا سيما الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلا من مشاكل وأزمات أخرى أصحاب الدخل المحدود بعد ما يقدر يشتري هاي المواد وألقت بضلالها علما علي يعني بعد ما يقدر يعني أبسط هاي الاحتياجات اللي هي الزياد والطحين ارتفعت ارتفاع ملكوض يعني بعد ما يتوازن ويا حجم الرواتب أو الماعدة راتب ولم يسلم أصحاب المحال التجارية من التأثيرات الواضحة على عملهم لتضاف إليهم أزمة جديدة تجعلهم في حيص بيص بين المواطن الذي لا يستطيع تحمل أعباء ارتفاع الأسعار الكبير وبين التجار الذين رفعوا الأسعار بشكل صادم والله التأثيرات اللي صارت يعني أثرت بشكل أساسي أولا على المواطن طبعا لأنه كل الأحوال هو المواطن اللي راح يتأثر بأي ارتفاع بالسعار وإحنا كأسواق كماركت يعني اللي خنقول اللي هو إحنا شغلنا بيهن هم تأثرت لأنه إحنا صعدت علينا الأسعار صعدت علينا يعني التجار قاموا يغلون مواطنون تحدثوا عن الغموض الذي يلف هذه الأزمة فالحكومة تبرر هذا الارتفاع بما يدور من حرب بين روسيا وأوكرانيا وآخرون يرون أن الحكومة لم تكن جادة في استعداداتها الاستراتيجية لمثل هذه الأزمات الله الارتفاع الذي يصير أو الوضع الذي يصير غامض غامض لأنه وضع مطبيعي ووضع مربك للمجتمع بصورة عامة على مستوى عمل على مستوى حياة اجتماعية على مستوى عامل على مستوى فقير بالكل غامض جدا لأنه أمور متناقضة وصمت حكومي يعني واضح وشن الغاية منه ما معروف الغاية والدوافع تعددت في خلق أزمة ارتفاع الأسعار ناشطونا يرون أن الحكومة والميليشيات والأحزاب لها دور كبير في تلك الأزمات التي لا تنتهي الغاية من عدها احتمال تنصيب وزير من وراء الزيت يعني شغلة بشغلة صار الحكومة اشغال المواطن بأمور اللي هي مركز رزقها أو مصدر عيشته خلوه دايخ يبدو أن أزمة ارتفاع الأسعار والأزمات الأخرى أوصلت العراقيين إلى حد لا يمكن السكوت عليه وسط تراجع في مواد البطاقة التموينية التي اقتصرت على ثلاث مواد فقط بعد عام 2003 لازم يصير ثورة ضد هذا النظام وضد هذا الوضع اللي قاعد يدور والأذية اللي يديرون بها الشعب هذه واعتمال يصير ثورة بأن هذا الوضع يعني الوضع غير طبيعي يعني ارتفاع الأسعار الناس تبهذلت الناس تتعبت الناس تأذت الناس انهكت اتدمرت الناس تبهذل هذا الشعب المسكين شو يديرون من الشعب ومن هنا فإن ثمت غليانا في صفوف الشعب العراقي الذي خرج في تظاهرات ترفض ما آل إليه العراق بسبب تلك الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وثلاثة